احتجاز ناقلات النفط في ميناء الحديدة يزيد من معاناة اليمنيين حيث تتعمد الميليشيات احتجاز أكثر من 19 ناقلة محملة بالنفط في مناطق سيطراتهم في الحديدة ولا تفرج عنها إلا بعد دفع مبالغ مالية على كل ناقلة قتل الشعب إما بالرصاص أو التجويع الممنهج سياسة تتبعها ميليشيات الحوثية الإجرامية بحق الشعب وهذه المرة تأتي من ميناء الحديدة حيث أقدمت الميليشيات على احتجاز 19 ناقلة تحمل نحو 200 ألف طن من المشتقات النفطية في منطقة رمي المخطاف الخاضعة لسيطرتهم ناقوس الخطر يذق أبواب اليمنيين من جديد حيث تفرض الميليشيات الحوثية إساوات تصل إلى مليون دولار عن كل سفينة يفسح لها المجال لأن ترسوا في الميناء وبالتالي إطالة أمد الحرب ورفض ما يسمى المجهود الحربي الميليشيات تستمر في تجويع الشعب وتستخدم الوضع الإنساني وسيلة للحرب حيث استعمل على الاستفادة من ذلك في تجنيد أبناء القبائل الذين يمرون بحالة إنسانية صعبة والزج بهم في جبهات القتال الحوثيون ومنذ سنوات يستخدمون ميناء الحديدة أداة حرب ضد أبناء اليمن من خلال سياسة التجويع بالإضافة إلى استخدام الميناء مورداً مالياً لإطالة أمد الحرب ومكاناً للتحكم بدخول الناقلات والسلع المختلفة تقرير أممي يكشف أن ميليشيات الحوثي تجني شهرياً ما يزيد عن مليار دولار من عائدات بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء للسكان في مناطق سيطرتها من خلال بيع العشرين اللتر من البنزين بثلاثة أضعاف سعرها الحقيقية وقال خبراء تابعون للأمم المتحدة أن الحوثيين جنوا أكثر من مليار دولار من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء وأنها كانت أحد المصادر الرئيسية لإرادات الحوثيين لتمويل جبهة قثالهم ضد الشعب اليمني الميليشيات اتخذت من سيطرتها على ميناء الحديدة مجالاً لاحتجاز السفن المحملة بالمساعدات القذائية والإنسانية ومنعها من الوصول إلى المحتاجين وعرقلة أعمال المنظمات الإنسانية وقد سبك لها احتجاز ما يزيد عن 65 سفينة إغاثية إضافة إلى استخدام الميناء لأقراض عسكرية وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ترجمة نانسي قنقر